إلى أي مدى سيد سعيد برأيك إلى أي مدى اليوم أمريكا وإسرائيل قادران على تنفيذ هذه الخطة لوحدهما دون الأخذ بالاعتبار لا رأي العالم العربي ولا الرأي الأوروبي ولا روسيا ولا الصين ولا أي أحد هذا يعتمد على طبيعة الرد الفلسطيني بالدرجة الأولى ومن ثم العربي ومن ثم المساند إسلاميا وعالميا فإذا كان الرد الفلسطيني كما يجب نعم هذه الخطة ستلقى إلى مزبلة التاريخ والخطوات التي يجب أن تخذها الفلسطينيون هي أولا إنهاء الانقسام لماذا الانقسام؟ على إيش؟ على إيش متقاتلين؟ هذا واحد اثنين على هذه السلطة أن تقوم باتخاذ الخطوة الشجاعة التي تطالب العالم باتخاذها أولا بإنهاء كافة الاتفاق مع إسرائيل كافة الاتفاقات؟ أنا أتعجب لماذا منذ اعتراف ترامب بالقدس في ديسمبر 2017 لا زالت هذه الاتفاقات موجودة؟ لماذا بعد أن قطع ترامب مساعداته عن فلسطين؟ لماذا استبرت بعد أن قطع المساعدات عن أنروة؟ وأغلق مكتب المنظم في واشنطن وأغلق القنصرية في القدس الشرقية كل هذه الأمور كانت مواضحة تماما فنحن ما هو مطلوب منه العودة إلى البرنامج الوطني برنامج مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي العنصري المجرم الذي يرتكب جرائمه كل يوم ضد الشعب الفلسطيني ونحن في هذه الحالة لدينا الكثير من الأوراق القوية هنا في الولايات المتحدة عدالة القضية الفلسطينية تحظى بتأييد كبير جدا جدا بين الأقليات وبين الأصغر سنًا وبين الشباب وعلى حرم الجامعات وفي كل مكان الحزب الديمقراطي لم يكن منه أحدا موجود في احتفالية اليوم الحزب الديمقراطي على سبيل المثال باللجنة العلاقات الخارجية رئيس لجنة العلاقات الخارجية إليت إنجلز وهو من أنصار إسرائيل ومعروفه من القيادات اليهودية الأمريكية لفارسة قال أن هذه ليست قطة سلام بل هي قطة إنهاء حل الدولتين فإذا هذا الوهم وهم الدولتين وإلى آخره يجب نحن أولا أن نتخلى عن كي نستطيع اتخاذ خطوات بالفعل نستطيع أن ننفذها وبالفعل نستطيع أن نجلب الدعم العربي والإسلامي ترجمة نانسي قنقر